فيه لقطة كمان كان ليه جمال بالماضي ويهي لعب المنتخب الجزائري خارج من الملعب مسكوا مسكة كده اللي هو شده شده هتولي لقطة جماعة برضو اهي اهي بص بالرحماني بص عتشوف اللقطة بص بص شده ازاي تفهمش بقى بيلوموا ولا بيشد عليه ولا بس انا جايب اللقطة دي ليه برضو عشان اقولك انه الناس كانت واقدة المباراة بجد المباراة حماسية يا جماعة هو ديربي اهي هو ديربي هو واحد من الكلاسيكات العرب اللي هو بغض النظر بقى اللقطة عاجبك ولا مش عاجبك بس يعني على فجأة ده اسطلوب جمال بالماضي واللعابة بتحبه وهم شايفونه اسطورة وفيه تفاصيل كتير يعني مش برضو مش عايزة تبقى ازمة بس انا بجيب لك اللقطة ده اشتفهم المباراة كانت مهمة ازاي مش مجرد مباراة ودهي عادية لا الموضوع كان فيه ادرينالين طالع في الملعب وحتى الموقف اللقطة بتاعت محمد هاني اللقطة برضو فيها تهور كبير اللي بتطلب بسببها ده دليل برضو انه كله داخل المباراة وهو متحمس جدا وهو متحفز جدا عشان كده عجبني الحالة النفسية بتاعت مباراة النهاردة ان هي تقدر تقيس بيها منتخب مصر في المباراة الرسمية الكبيرة معنويا وفنيا هيكون جاهز ازاي هيكون جاهز ازاي انا بهني منتخب مصر النهاردة على الاداء على الاداء المباراة الوداء زي ما قلت لكم مش الحكاية النتيجة انك تبقى متطمن على اداء منتخب مصر النهاردة تطمننا على اداء منتخب مصر كانوالد نكسب طبعا كنا قريبين جدا من الفوز بس تعدلنا مش مشكلة مش فرق النتيجة خالص مهم الاداء